أهلا بكم في محورنا الثاني تدعيات الهدنة عسكرياً على قطاع غزة حالة جيش الاحتلال كيف يمكن له أن يضغط أكثر على القطاع كل ذلك وأكثر للنقاشي على الطاولة الليلة مع ضيف نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال بكم وسائل الخيرات محمد وقبل ما أبدأ في أثار الانسحاب وقدر جيش إسرائيلي وإنت كنت بارح تعلق بشدة بأن الجيش لا يمكن له أن ينتقل قطاع غزة لكن قبل ذلك بثت المقاومة للمقاطع سنتابعها للتعليق عليها حتى يتطح الصورة أكثر حول ما سيكون في القطاع نتابع سوية ترجمة نانسي قنقر أسمع تعقيبك نضال بيك على ما نشرته المقاومة اليوم نعم بداية أمحمد سعد الله مساءكم مساء المتابعين الكرام يعني هذا المقطع جاء بعد اتفاق الهدنة في جنوب لبنان وبالتالي يشير بكل وضوح لأن المقاومة تعتمد على نفسها منذ البداية بالتالي إذا ما لاحظنا في هذا المقطع أن مقطع واحد ظهرت فيه المقاومة تستهدف دبابتين بالتالي بين تدمير كلي أو جزئي لنفترض أن التدمير كان جزئيا لهذه الدبابات وهذا المقطع في بيت لاهية بالتحديد الآن من هو اللواء الموجود في بيت لاهية هو اللواء كفير اللواء الذي تحدثنا عنه كثيرا بالتالي لا تزالي الخسار تتوالى على اللواء كفير طيب ما الذي جاء بالدبابات إلى بيت لاهية واللواء الموجود هو اللواء كفير اللواء مشاه بمعنى أنه لو كان سيكون معها أليا ستكون مع ناقلات جنود وليس دبابات أنا أعتقد أن الاحتلال بعد الخسارة التي تعرض لها لواء كفير والتي ظهرت فيه دبابات في هذا المقطع في بيت لاهية قد ألحق جزءا من دبابات أو من الفصائل الموجودة مع اللواء 401 المتواجد على شارع الرشيد أقصى غرب شمال قطاع غزة ألحقها ببيت لاهية ليوفر الحماية لعناصر المشامل لواء كفير الموجودين في بيت لاهية والذي تعرض لخسائر كبيرة لذلك كنا نقول ونؤكد الآن أنه في ظل الخسائر التي تعرض لها لواء كفير المشاة ولواء جفعات المشاة الموجود في شمال جباليا قد يكون هناك سحب لأحد هذه الألوية بناء على الخسائر التي تعرضت لها هذه الألوية هل سيحل محلها قطاعات أم لا يحل محلها قطاعات هذا يعتمد على قدرة الاحتلال في إعادة ترميم الوحدات العسكرية التي ستنسحب من جنوب لبنان طيب انسحاب من جنوب لبنان يحتاج إلى وقت نعم لن يتم بين ليلة نضحها عشان التفوق لكن هناك التساؤلات كثيرة حول الأثر العسكري على انسحاب من جنوب لبنان متقديرك لمدة زمانية اللي بحتاجها للجيش الانسحاب من لبنان نعم بالتعامل مع قطاع غزة والمزيد من الإفراط في القوة في التعاطي من غزة نعم محمد السؤال اللي يتبادر على ذهن الجميع والذي استحوذ على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية أنه هل انفصلت غزة بناء على هذا الاتفاق عن جنوب لبنان حسب معادلة وحدة الساحات التي تحدثت عنها محور المقاومة الآن أكمل المعادلة التي تحدثت عنها محور المقاومة وهي وحدة الساحات لكن هناك شطر آخر لهذه المعادلة وهو استقلالية الجبهات بالتالي وحدة الساحات واستقلالية الجبهات بمعنى إسناد هذه الساحات مع بعض البعض لكن هناك استقلالية في القرار لهذه الجبهات بمعنى أن كل جبهة لها ظروفها الخاصة ولها بيئتها الخاصة التي تتعلق فيها لذلك لها قرارها فيما يتعلق بالاستمرار أو عدم الاستمرار حتى تتضح الصورة ونبسط للمشاهد لبنان حزب الله موجود فيها لكن يرتبط بدولة لبنانية لها سيادتها ومرتبطة بمجتمع دولي لذلك له ظروف خاصة في إقرار أو عدم إقرار وقت اطلاق النار في حين أن المقاومة في قطاع غزة هي تعرف استراتيجيا بالنانستيت أكتورز اللاعب خارج إطار الدولة أيضا لها ظروفها خاصة تستطيع الاستمرار دون أي ضغوط دولية ودون الارتباط بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالتالي هذه المعادلة تؤشر بكل وضوح على أن وقف إطلاق النار الذي جاء فيه جنوب لبنان لا يعني انفصالا عن قطاع غزة لكن بالتأكيد لها ظروفها الخاصة بالانفصال عن ذلك ما يؤكد ذلك أن المقاومة مباشرة حماس أعلنت تأييدها ومباركتها لوقف إطلاق النار أن زياد نخال اليوم مع ساعات العصر هناك بيان طويل للجهاد الإسلامي أعلن مباركتها أيضا لوقف إطلاق النار وقالوا ومدحوا حزب الله فيما قدمه من إسناد لقطاع غزة الأمر الآخر أن ما كان يقدمه حزب الله لقطاع غزة هو إسناد وإشغال لقوات الاحتلال ولم يقاتل بالنيابة عن قطاع غزة بمعنى لم يرسل مقاتلين لقطاع غزة ليسترد هؤلاء المقاتلين ونقول أنه انفصل أو انسلخ عن محور المقاومة عن قطاع غزة لذلك أعتقد أن استمرارية إسناد قطاع غزة من قبل حزب الله معنويا ستستمر إشغالا لقوات الاحتلال لن يكون هناك إشغال بناء على الاتفاق الذي كان موجود لكن هناك اليمن لا يشمل هذا الاتفاق له الحوثيين هناك الميليشيات الموجودة في العراق لا يشمل هذا الاتفاق وبالتالي من يحاول تصوير إعلامي وبروبغاندا إعلامية إلى أن غزة تركت وحيدا وأن حزب الله انفرد بالقرار بعيدا عن غزة هذه المعادلة من البداية تفهمها المقاومة في قطاع غزة وتدرك تماما أنها تقاتل منفردة وحزب الله لا يقاتل بالنيابة عنها الأمر الآخر فيما يتعلق بالتأثير عسكريا على قطاع غزة المقاومة منذ البداية مستقلة بقرارها العسكري على الأرض وتقاتل بمنأة عن إسناد حزب الله وتوقع خسار بقوات الاحتلال الآن مدى قدرة المقاومة على الاستمرار اليوم المقاومة أعلنت بكل وضوح أنها ستستمر بالقتال ولن تتنازل عن الشروط التي فرضتها منذ البداية في موضوع التفاوض على الأسرة وعلى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بالتالي هناك استمرارية الآن ما رشحها منذ ساعات ظهر اليوم هناك وفد مصري وصل إلى تل أبيب وفد أمني مصري بالتالي يبدو أن هناك محاولات تحاك الآن ويتم ترتيبها فيما يتعلق على ما يبدو بفتح لمعبر رفع ضمن هدنة إنسانية تشمل أن يكون هناك موافقة إسرائيلية في موضوع معبر رفع وإن تمت هذه الخطوة أعتقد أنها ستكون بداية المدخل إلى بوابة أن تتوسع موضوع الهدنة في قطاع غزة برأيك أن القدرة العسكري الإسرائيلية على استمرار وهناك حديث واضح من نتنياه أنه لا سحب للقطاعات في الشمال لحين أن ترسل هدنة وأن تنتهي لهدنة وعليه لا إسناد لقوات احتلال في غزة اليوم من الشمال بمعنى من جنوب وبنان بالتأكيد نعم لكن برأيك أن هدنة قريبة قد تحدث في غزة عسكريا على قد تقدير هدنة قريبة لن تحدث لكن أعتقد أن هناك على ما يبدو بوادر محاولات صياغة هدنة إنسانية تشمل فتح لمعبر رفع ثم بعد ذلك نستطيع أن نحكم على ذلك فيما يتعلق بموضوع القطاعات العسكرية في الانسحاب العسكريين يدركون أن الانسحاب لا يتم وجبة واحدة الانسحاب له مراحل التخفيف من القوة ثم سحب الجزء الرئيسي ثم سحب الجزء الرئيسي لذلك نتكلم هنا عن خمس فرق في جنوب لبنان لن تنسحب مرة واحدة ضمن أيضا الاتفاقية نتحدث عن ست شهور إذن معهم ستين يوم عفوا نتحدث عن ستين يوم شهرين ستين يوم نتحدث عن ستين يوم للانسحاب بالتالي هذه الخمس فرق لن تنسحب مرة واحدة لكن سيتم التخفيف من القوة الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان ثم بعد ذلك سيتم عادة بناءها فيما يتعلق هل يستطيع الاحتلال إرسال من القوات الموجودة جنوب لبنان إلى غزة عسكريا الإجابة بكل وضوح والعسكريين يدركون ذلك لا لا واضح جدا أشكرك كل الشكر نضال أبو زيد الخبيل العسكري والاستراتيجي على حضورك الليلة كل الشكر